موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم أهلا بكم أبنائي وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في فيديو جديد وإن شاء الله هنبدأ النهاردة بأول فيديوهاتنا من الوحدة الرابعة يونيت 4 إن شاء الله هتكون كل الحاجات اللي هناخدها في يونيت 4 متاحة بالنسبة لنا وسهلة اعتمادا على الوحدات الثلاثة اللي قبل كده فأنا عايزكم تركزوا على كل المفردات وكل الجمل اللي احنا خدناها في الوحدات السابقة هنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله من كتابنا الجميل اللي موجود معنا Connect تواصل اللي هو Primary 3 Student Book وزي ما انتم شايفين ادي الوحدة بتاعتنا اللي هنشوفها يونيت 4 وهيكون عنوانها ايه؟ إن شاء الله عنوانها مع بعضة هو زي ما احنا شايفين I love my home I love my home يعني أنا أحب منزلي أو أنا أحب بيتي I love my home دي الوحدة بتاعتنا إن شاء الله اللي هنبدأ أول فيديوهاتها النهاردة بإذن الله مع بعض وخلي بالكم وركزوا معنا علشان كل حاجة هنقولها هتكون مهمة جدا 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 كلكم مستعدين كل مرة نبدأ بيها فيديوهاتنا إن شاء الله ونرحب بأصدقائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا على قناة مستر كمال النحاس التعليمية وإن شاء الله يعجبكم الفيديو ويلا بينا نبدأ أول حاجة في هذا الفيديو زي ما احنا ملاحظين وشايفين هنبدأ مع بعض في المفردات المفردات اللي انتم شايفينها طبعا احنا هنبدأ في سيم نمبر 2 اللي هو الموضوع رقم 2 سيم نمبر 2 رقم 2 اللي احنا خلنا قبل كده سيم نمبر 1 تمام اللي هو هو ام اي لو انتم فاكرين كان عنوانه النهاردة سيم نمبر 2 برضو هتناول 3 units 3 وحدات اللي هو عنوانه ايه السيم ده the world around me يعني العالم من حولي العالم من حولي هنتكلم عن الحاجات التي تحيط بنا ونشوف اسماءها باللغة الانجليزية ونتعرف عليها اوكي هنبدأ الفيديو بتاعنا من الكتاب المدرسي اللي هو connect من صفحات 58 حتى 61 يعني 58 59 60 61 يعني 4 pages هنتناولهم في هذا الفيديو وركزوا معنا من كتابنا الجميل اول حاجة هنبدأ زي ما انتم عارفين بهوكابيولاري بالمفردات وهنا نحب نركز ونعيد ونقول ان احنا لازم نركز على حاجتين اثناء دراستنا لمين بهوكابيولاري اول حاجة اللي هي pronunciation ازاي ننطق الكلمات صحيحة وانتو لو تتبعتوا نطق المستر كمال او نطقتوا صح معاه زي ما بيقول ان شاء الله النطق يكون صحيح مية في المية وخلي بالكم من حاجة تانية اللي هي اللي هي حروف المكونة لهذه الكلمة يلا مع بعض نبدأ نشوف المفردات عشان ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هنعمل يلا معانا مين النهاردة معانا مالك معانا جمانة وجودي وانس وخالد وميلينا وحنين ومخلص ووليد وهناء وهنا هنا كمان وعندنا مازين وعمر ويوسف وريم وعارف ونهى ورؤى ويسين ومحمود ونور وابتسام ولينا وعندنا برضو ميلاد كل اصحابنا موجودين معانا تابعوني النهاردة يلا بينا نكرر كم مرة كلنا نقول كم مرة برافو عليكم هنكرر twice twice يعني مرتين بصوت عالي يلا نبدأ مع بعض cupboard cupboard table table lamp lamp chair 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 armchair 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 clock 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 bookcase 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 sofa 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 television 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 well done thank you so much for your repetition أحسنتم جميعا في هذا التكرار الجميل تعالوا كده ناخد بعض الملاحظات على الكلمة الأولانية تلاقيها متكونة من كلمتين cup مش كده والكلمة التانية كلمة board يعني كلمتين لكن ما ننطقهاش cupboard زي ما بنسمعها من بعض الناس يقولك cupboard طبعا النطق ده خاطئ تماما هي اسمها cupboard اسمها ايه cupboard نرددها تاني مع بعض cupboard cupboard very very good وكل الحاجات التانية هتلقوها سهلة مفيش أي مشاكل يلا نقررهم مرة أخيرة just one cupboard table lamp chair arm chair clock bookcase sofa television very good كل كلمة معناها تحتها اهو ما فيش اي صعوبة في هذه الكلمات بس خلي بالك من كلمة chair arm chair دي ايه كرسي بدراعين اهون لكن ده كرسي عادي اوكي بعد كده هنجل حاجة مهمة جدا خلي بالكم هنبدأ بيها مشوارنا في unit 4 اللي هي حاجة اسمها prepositions اسمها ايه prepositions prepositions الكلمة دي طبعا انا مش عايزكم تحفظوها بس تعرفوها prepositions يعني حروف الجر حروف جر هناخدها هناخد كام حرف الجر النهاردة معانا اربعة عايزين نتعرف عليهم ونقررهم بصوت علي اوكي let's go next to next to next to on 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 behind 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 across from across from very good زي ما انتم ملاحظين كلمة next to بمعنى بجوار يعني زي ما انتم شافين القطة اهي جنب الترابيزة next to خلي بالكم من next to احنا عندنا كلمتين next والكلمة التانية to محدش يقول لي next to لا خليهم كلمة واحدة وينطق t واحدة شوف اسمع كده معايا next to next to كما لو كانت t بتاعت next دي انا شلتها خالص خليت t واحدة next to ومحدش يقول لي next لا next ده نطق خطأ next لا هي اسمها next to next to very good وعندي on بمعنى على او فوق behind خلف ورا across from على الجانب الاخر يلا نكررهم اخر مرة عشان نلتقي وإياكم في الصفحة اللي بعد كده next to on behind across from very good well done thank you so much for your repetition احسنتم جميعا النهاردة انتم صحصحين معانا في بداية الوحدة الرابعة اللي هي i love my home very good let's go to the next bit يلا نروح للصفحة اللي بعد يعني بعد ما خدنا prepositions حروف نفجر يلا بينا ناخد verbs طبعا verbs مخلص هنا بيقول لي verbs يا ميستر معناها افعال تمام يلا بينا كده نركز مع بعض ونكرر مع بعض كله ركز معنا يلا حنين وملينة وخالد كلهم صح صح اوكي وانا سجودي وجمانة ومالك اه جاهزين يلا بينا نبدأ يلا نكرر كم مرة يا نور مرتين يا ميستر very good look 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 for look for know know feed feed cut split sweep sweep set set make make very good well done احسنتم جميعا very good انا مصوت منكم انكم بتكرروا ورايا زي ما قلنا النطق مهم جدا very good يلا نرجع كده نشوف look هنا معناها طبعا خدناها كتير اوي اوي صح look يعني ايه يا هانا very good هانا بتقول لنا look يعني انظر very good look for زودنا حرف الجر وفور ده تمام يقبل اصبح للكلمة معنى تاني look for بمعنى يبحث عن يعني يدور على حاجة لكن look لوحدها معنىها ايه يا سين معنىها ينظر طيب بعد كده no شايفين الكلمة دي no الكاهنة silent تمام والكلمة بعد كده ننطقها زي كلمة لا اللي هي اختي yes اللي هي ايه no بمعنى ايه يعرف no خلي بالكم feed يطعم cut يقطع او يقطع sweep يكنس sit يعد او يجهز ذي واحد مثلا ايه يجهز او نظف الطرابيز يقول ايه sit the table اوكي هنا make بمعنى يصنع يلا نعيدهم تاني بصورة look look for no feed cut sweep set make very good very good يلا بنا نروح للمحادسة الجميلة اللي هنشوفها في الصورة اللي احنا شايفينها معاها بعض اهي هنا الموجودة في الكتاب بتاعنا connect page 58 صفحة 58 اوكي page cam 58 عشان ما تتعبوش وتدوروا عليها العنوان بتاعها ايه look listen and read هاي يا رؤى يعني look يا رؤى يعني انظر برافو عليك listen ايه يا نوها يعني استمع very good هيعارف and و read very good بقول لعلى بعضيها يوسف معناه look listen and read يعني انظر ثم استمع وبعد كده ايه اقرأ very good بصوا على الصورة كده نبصوا مع بعض فيها كام حوار اهو هنلاقي one two three four five six seven eight تعالوا نشوفوا الحوار كده ونقي مع بعض ونستمع من مستر كامالي الاول نسمع الاول ما نكررش اوكي اسمعوا وتبعوا معايا زي ما احنا بنرى نشوف ننبر ون هنا بيقوله ايه هنا بيسألوا بيقوله هاني what are you doing هاني what are you doing بيقوله يا هاني بتعمل ايه ردي هاني بيقوله ايه i'm looking for my math book do you know where it is انا ابحث عن كتاب الرياضيات هل تعرف اين هو رد علي قاله ايه no i don't know يقوله لا انا لا اعرف تمام بعد كده نرجع تاني الهاني اهو i can't find it and i have math homework بقوله انا لا استطيع ان اجد كتاب الرياضيات وعندي واجب الرياضيات وعندي مشكلة رد علي قاله ايه هو i can help you find your book قاله انا اقدر اسعدك في ان ايه تعصر على كتابك او كتاب الرياضيات اوكي قاله ايه اوكي حسنا i'm looking on the bookcase يعني انا ببحث في المكتبة can you look in the cupboard ممكن تدور لي عليه في الدلاب او الخزانة please من فضلك بعد يدور لهو في الخزانة اهو قاله ايه it's here انه هنا in the cupboard in the cupboard في الخزنة next to the photos next to the photos بجوار الصور قاله اهو اه بجوار ايه الصور طبعا بيشكره بيقوله ايه thanks dad شكرا يا والدي يقبل الحوار ده كان بين هاني وما بين his father ابو تعالوا كده نقره من الاول واعزكم ايه listen and repeat اتكراروا ورايا okay يلا بينا شوف number one هاني what are you doing two i'm looking for my math book do you know where it is three no i don't know four i can't find it and i have math homework five i can help you find your book six okay i'm looking on the bookcase can you look in the cupboard please it's here in the cupboard next to the photos eight thanks dad شكرا يا والدي okay طبعا الحوار جميل جدا between هاني and his father هاني cannot find his math book مش قادر يلاقي كتاب الرياضيات وعنده واجب فبالتالي his father helped him ابوه ساعدوا في البحث عنه في الاخر اللي يوفين in the cupboard في ايه النملي اوكي عايزكم تسمعوا تاني الحوار ده وتكرروا اكتر من مرة وتشوفوا كلمات والجمل الحلوة اللي موجودة عندنا اوكي اوكي let's go to the next page السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالوا نشوف مع بعض هنا unit 4 اللي هو at home language notes language notes يعني ايه language notes يعني ملاحظات على الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها انا اتكلمتلكم قبل كده عن الموضوع ده بس يمكن انتم سيتوا افكركم بحاجة لما نيجي نسأل عن ماذا يوجد بنقول ايه what's يبقى للسؤال عن الاشياء الموجودة في حجرة المعيشة بنقول ايه what's what's يعني ماذا او ماذا يكون in the living room يعني ايه اللي موجود في حجرة المعيشة لو كنا هنتكلم عن حاجة مفرد نقول ايه there's او مختصرة there is اختصرناها بايه there's بس هنا there's لما نتكلم عن حاجة مفرد والحاجة المفرد دي نسبقها بايه a او an رب يا ميستر امتى نحط a او an والله الاسم المفرد ده لو بدأ بحرف متحرك اللي هم الفاولز اللي هم a e i o u نحط قبلي an لكن لو الاسم المفرد ده بدأ بحرف ساكن اللي هي بقية الحروف نحط قبلي ايه a اوكي طب لما نيجي نتكلم عن الجامعة ونقول يوجد برضو there بس ايه r لانه r للجامعة وبعد كده نحط ايه اسم الجامعة وما نحطش قبلي لأ ولا آن لانه a وآن تيجي قبلي الاسم المفرد فقط لكن لو كان الاسم جامعي اكتر من حاجة ما نحطش قبلي لأ ولا آن يكون عندي there's معناها يوجد للمفرد there are يوجد لجامعة اوكي واضحة وجميلة جدا نتكلمنا عنها قبل كده تعالوا ناخد مثال كده ونتكلم السؤال اهو what's in the living room ايه في غرفة المعيشة فيها ايه هنقول ايه there's a lamp يوجد ايه lamp تمام اهي lamp تمام وقلنا there's ليه لاني lamp مفرد حاجة واحدة وسبقناها بايه بأ لانه lamp مبدوء بحرف l وحرف l ده حرف ساكن مش متحرك اوكي يعني احنا بنسميه consonant تمام there's a lamp on the table يعني توجد الليه للمبة فين على الطربيزة اهي يبقى علاقتهم ببعض انه اللمبة فين او الابجورة دي لكن لو نتكلم عن جامع اكتر من حاجة هنقول there are طبعا في كام كرسي اهو بذراعات اهو اكتر من واحد هنقول there are armchairs شايفين armchairs فيها s الجامعة هي لان احنا متعودين لما نجمع الاسم بنحط له ايه s في الاخ تمام يبقى armchairs across from the television يعني على الجانب الاخر من التلفزيون اوكي اوكي نسألهم تاني what's in the living room there's a lamp on the table خلي بالكم من نطق الكلمات زي ما بنطأ طاوة there are armchairs across from the television very good طيب للسؤال للسؤال شخص عما يقدمه من مساعدات في المنزل تمام يعني نقول له انت ازاي بتشتغل في البيت بتساعد ازاي بتعمل ايه عشان تساعد ماما او تساعد بابا بتعمل ايه في البيت بنسأله السؤال ده بنقول له ايه how وهو دي اداة استفهام بمعنى how كيف how can you يعني كيف تستطيع انت help at home how can you help at home ازاي انت تساعد في البيت ده صيغة السؤال اللي احنا بنسأله نسأله الزمائن how can you help at home بتعمل في المنزل عشان تساعد طبعا لو شفنا الامور الحلوة دي بتقول ايه انا بساعد ماما او بابا بعمل ايه i feed the cat يعني انا اطعم القطة i يعني انا feed اطعم the cat لكن الامور الحلوة دي بتقول ايه i make my bid i make my bid و جملة make my bid واخدينها لو انتم فاكرين انه primary to make my bid يعني ارتب سريري فهي بتقول i make my bid ان شاء الله تكون الحاجة دي واضحة بالنسبة لكم وفيهاش حاجة ايه معقدة ولا حاجة تكلمنا عن there is وعن there are والسؤال how can you help at home ان شاء الله تكونوا مبسوقين وفرحانين وحاجات جميلة جدا الاشتغال معنا من البداية مش هلاقي فيه اي صعوبة لقدام اوكي let's go to the next page اوكي تعالوا نشوفوا بعد كده what's in the living room يعني ماذا يوجد في غرفة المعيشة او في حجرة المعيشة في مجموعة جمال هنستخدم معها there's للمفرد بمعنى يوجد ونستخدم there are لإيه للجمع اوكي لو بصنا هنا هنلاقي الابجورة اهي او اللمبة على الطرابيزة هنقول ايه there's a lamp on the table يعني توجد ابجورة على الطرابيزة او المنضضة لان there's لان احنا متكلم عن حاجة واحدة اللي هي ايه lamb very good طيب نشوف الصورة دي there's an armchair اه يوجد كرسي بدرعاته واحد شايفينو وarmchair ده مفرد فاستخدمنا معا ايه there's يعني there is يعني يوجد وarmchair حطينا طالما مفرد حطينا قبلها an يلا ما نحطناش ليه ا لانه armchair مبدوء بحرف متحرك اللي هو a فحطينا قبله an فقلنا ايه there's an armchair next to the cupboard يعني بجوار الدولاب او الخزانة ok let's go to this picture sorry there's a bookcase توجد مكتبة behind خلف the table طبعا ادي الطرابيزة وخلفها وراها اه يوجد ايه a bookcase اللي هي المكتبة وقلنا برضو there is ليه ما نحط زير عشان bookcase ايه مفرد حاجة واحدة وسبقناها بايه عشان book مبدوء بحرف second اللي هو b very good يوجد مكتبة خلف المنضضة طيب هنا بيقول ايه there are اه يوجد بيتكلم عن جامع يوجد يوجد ايه armchairs كراسي بادراعات across from the television على الجانب الاخر من التلفزيون ok very good يلا نقراهم كده بصوت علي عايزكم تكرروا يلا يا نور ومحمود وياسين ورؤى كل حبايبنا ونوها وعارف ركزوا معنا يلا مع بعض there's a lamp there's a lamp on the table there's an armchair next to the cupboard very good very good there's a bookcase behind the table good there are armchairs across from the television excellent very good thank you so much شايفين جمل بسيطة وحلوة بس اهم حاجة تحفظه عشان كل حاجة تكبأ سهلة وبسيطة بالنسبة لنا اوكي طيب تعالوا نشوف كيف يمكنك المساعدة في المنزل اللي اخذناها قبل كده هم في الصفحة اللي عدت how can you help at home تقدر تساعد ازاي ماما في البيت اهو تعالوا نشوفوا اول صورة بيقول ايه بتقولي البنوتة الحلوة دي I make my bed انا ارتب سريري يلا يا جودي يلا يا جودي جمانة بترتبوا سريركم ولا لا الامور تقول ايه I feed the cat انا اطعم القطة هيا حنين عندكم قطة ولا لا اوكي تعالوا نشوفوا هنا I sit the table اه ايه رايكا مخلص يعني انا بجهز الترابيزة اهو تمام تشوفوا الامورة دي بتقول ايه I sweep the floor يعني انا اكنس ايه الارضية وبساعد ماما الولد الحلو ده بقول ايه I cut the vegetables يعني انا بقطع ايه الخضرة اكيد كلكم بتساعدوا في البيت وبتعملوا حاجة من الحاجات دي اوكي نبتعالوا نكررها تاني يلا يا خالد ميلينا جاهزين يلا يا وليد كرر ما بعد بصوت علي I make my bed I feed the cat I set the table I sweep the floor I cut the vegetables well done well done thank you so much احسنتم very good عايزكم كلكم بتعملوا الحاجات دي في البيت وتساعدوا ماما وتقولوها انكم انتم ايه بتعملوا حاجات جميلة جدا في البيت اوكي let's go to the next page لنروح صفحة اللي بعد بعد ما خلصنا العرض الجميل ده تعالوا ناخد ايه يعني ايه يعني انشطة او تمارين كد تعالوا نشوفوا بيزي بي بتطلب منينا number one بتقول ايه supply the missing letters المفروض احنا قبل ما نحل ده نكون احنا رجعنا الكلمات واحفظنا الكلمات اللي اتكلمنا عنها عشان بعد كده ايه نبدأ نحل الاكتيبيتز دي اوكي اوكي المكتبة دي ها نبدأها كده يا نور مكتبة بمعنى book case عبارة عن كلمتين فاكرين book book يعني كتاب ده سهل وكيس خدناها قبل كده ميني فكرني بيها تقدر تقول يا يوسف كلمة case اه خدناها in primary word في سنة اولى اللي هي pencil case اللي هي المقلمة فناخد كلمة case هنا كلمة book وكلمة كيس هتوبى سهل معنا توبى ايه اللي ناقص هنا برافو عليك o c توبى book case very good يلا يا محمود خدنا الكنبة اللي هي اسمها so far so بعد ال s ايه so a o وبعدين so f fa لقبق اه o f very good thank you يلا يا روء ها sweep يا كنس سو حرف ال w دايما ننطق ايه wow sweep اوكي w e sweep very good يلا يا نوها television سهلا خالص دي t l l v vision very good بتقول لي l e television very good طيب يطعم feed feed هيعارف f e e d very good عندي سرير طبعا ريما تعرفها على طول bed يبقى ايه الحرف اللي نائز bed d d very good يلا يا مين معانا مين تاني معانا ميلاد ها lam lam bravo بيقول لي m lamb very good عندي بعد كده clock clock ها من يقول لي عمر clock خدناها قبل كده ها very good عمر بيقول لي l seto clock طيب نجي lbcb دايما lbcb تعبانا معا تتعبنا على طول number two بتقول لي look at the pictures هنبص على الصور الجميلة دي and unscramble the letters والحروف اللي مش مترتبها هنرتبها وهنبدأ بالحرف الايه الاحمر يلا الدلاب او الخزانة اسمها ايه حد يقدر قول لي يا هنه اسمها ايه اللي احنا تكلمنا عنها عبارة عن كلمتين وصححنا النقط بتاعها ابرابو عليك هنه بتقولينا cupboard very good cupboard اهي cupboard very good طيب بعد كده عندنا الترابيزة ها يا مخلص ها table very good t-a-b-l-e very good بعد كده عندنا ايه living room يلا يا خالد living room نبدأ بل ها l-i-v-i-n-g-r-o-o-m very good living room اخذناها بل كده كمان طيب يقطع الخضروات cut عبارة عن ثلاثة حروف هيا انس برافو c-u-t بعد كده sweep يلا يا ابراهيم sweep s-w-e-e-p very good بعد كده الابجورة او لمبة بنقول عليها ايه يا ابراهيم lamb برافو عليكم جميعا وفعلا انتم شطار طالما ايه بتتبعوا كل التعليمات اوكي تعالوا نشوف نمبر ثري بيزي بي بتقول لنا ايه read and match خلي بالكم من العنوين الحلوة دي read and match يعني اقرأ وايه ووصل هندينا مجموعة جمل هنا سواء اسئلة او عبارات وعندينا مجموعة هنا هنوصلها عايزكم تبصوا عليها هنا السؤال الاولاني بيقول لي ايه مين يعرف يقرأ يلا يا ميلينا كده what's برافو كلمة what's زي what's your name ما تنسوهاش خالص what's in the living room يعني ايه يوجد في غرفة المعيشة يوجد ايه لما ليني يسألني يقول لي لو قدين هنقول له there is there are طب فين هنا there is او there اهي there is number one بتاخد e but what's in the living room there's a lamp on the table توجد اباجورة على الطربيزة اوكي number two يلا يوسف how can you help at home اللي هي زي تقدر تساعد في البيت بتعمل ايه ها مين يقول لي يلا يا مريم برافو مريم بتقولين ايه i sweep the floor انا بكنس الارض بتساعد مامتها برافو عليها number three يلا كده مين معانا زياد i'm looking for مين يقول لي looking for معاناها ايه وحد يقول لي ينظر آه برافو looking for زياد بيقول لنا يعني يبحث i'm looking for تبحث عن ايه كان يبحث عن ايه الولد برافو يا زياد ده my math book كتاب الرياضية number four it's here next آه كلمة next عايزة معها مين معها تو مش فاكرين آه فينها طيب يبقى to the photos very good يبقى it's here next to the photos بجوار ال ا اصوأ good let's go to بيزي بي again آه بيزي بي what do you want بتقول لنا choose the correct words اختر الكلمات من بين ال ا الاقواص يلا يلا نبدأ مين معانا معانا آية number one there are يعني يوجد armchairs is across the television across ده حرف قر بيجي معا across in ولا تو ولا from برافو عليك from across from يعني على الجانب الآخر good number two there عندي are is do a bookcase behind the table بتكلم عن البوككيس وده مفرد ولا جامع مفرد بياخد ايه يا آية ياخد ايه is very good بذير is يعني يوجد a bookcase behind the table very good number three let's go to علي how can you at home انه هو السؤال ده مش كده number two او يبقى how can you help من غير اي اضافات لن حط لأس ولا انج يبقى how can you help very good علي ok let's go to مريم يلا يا مريم i'm sitting on the sit يعني ايه يجز بتجليس على ايه lamp لا بجورة مش معقول chair oh television no يبقى ايه الاجابة الصحيحة chair very good يلا يا اسماء number five i nougat my bid يعني عايز يقول انا بلاتي بسريري يبقى ايه very good اسماء i make my bid excellent well then thank you so much let's go to number five بيزي بي بتطلب منينا طلب تاني بتقول unscramble يعني اعد ترتيب ايه the following words الكلمات الاتية to make correct sentences عشان تكون جمل صحيح اوكي يلا مين معانا محمود number one عندي are what doing you فاكرين لما هاني ابو شافوا بيدور على حاجة قال له ايه قال انت بتعمل ايه what are you doing يقول ايه الجملة اه bravo what are you doing ومن انساش نعد الكلمات عشان يقبأ ايه ايه ايجابيتنا صحيح اوكي ما ننساش هنا capital letter وفي الاخر a question mark number two my make i bid وبعد النقطة انا برتب سريري هاتوب ايه علياء علياء نرحب علياء يقبأ i make my bid well done thank you so much number three يلا يا مين يا منتهى four my I'm looking math book ده الكلام اللي قاله هاني الانا ابحث عن كتاب الرياضيات يقبأ I'm looking for my math book very good excellent احسنتم جميعا well done اجاباتكم جميلة جدا وماشيين معايا مظبوط ما شاء الله عليكم well done let's go to the last page الصفحة الاخيرة ونشوفها يلا يا ستي بيزي بي عايزة اي look and tick حط علامي الصح على الاجابة الصحيحة عندي صورتين اهم ادي صورة وجملتين وصورة وجملتين look at this picture يلا نبص على الصورة دي يترى ايه الجملة اللي تعبر عنها there is a lamp on the table ولا there is an armchair next to the cupboard ها من اقول لي يلا يا انس برابو يا انس اللي هي الجملة number two you got a armchair next to the cupboard very good اوكي يلا يا معاز number two i cut the vegetables i sit the table طبعا الجملة التانية بتقول ليه انا اقهز الطرابيزة والتانية انا اقطع الخضروات بتعمليني ah very good i cut the vegetables very good اوكي number seven punctuate the following تعالوا نرقم الجملة دي خلي بالكم في الترقيم خدنا كام حاجة اربع حاجات نذكركم بها capital exclamation mark follow stop question mark مش كده باي هنا بايه بابا هاني بيقول له ايه يا هاني بينادي عليه انت بتعمل ايه تعالوا الرقم الجملة دي ايه وبايه اللي فيها مطلوب يلا يا علي very good علي بقول لنا هاني لازم تبدأ بcapital letter وبعد كده ننهي الجملة بايه بquestion mark وبحاني what are you doing انت بتعمل ايه very good let's go to the last one number eight copy the following sentence نطلع النوتبوك بتاعتنا او الكراسة الجميلة بتاعتنا اللي احنا بنكتب فيها الخط بتاعنا ونكتب الجملة دي اللي هي بتقول ايه he sweeps the floor he sweeps the floor يعني هو بيكنسة ايه الارضية وخلي بالكم من الجملة دي اللي احنا بدأنا فيها بايه بcapital letter وبعد كده انهناها بايه follow stop دي حاجات مهمة وممتاز انكم انتو بتخلوا بالكم وكده يقبحنا انهينا اول فيديو لينا للوحدة الرابعة وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو والكلمات بسيطة بس وعدونا انكم بتحفظوا الكلمات عشان ما يقباش فيه صعوبة في فهم الجمل بعد كده thank you so much for watching until we meet again اتمنى لكم حياة موفقة وسعيدة ومذاكرة جادة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة